في لب الخلاف الذي كان عنوانه خور عبدالله الميناء الذي يمثل ركيزة ترسيم الحدود بين العراق والكويت بات اليوم عنوان الفرح العراقي العارمة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في ترسيم غالبية الحدود البرية بزيارات رسمية بين الجانبين يقول باحثون إن الحدود البحرية لا تزال تفتقل للترسيم نزاع كان الهدف من زيارة وزير الخارجي الكويتي إلى بغداد مؤخرا تتركز أهمية الخور من الناحية الستراتيجية للعراق بأنه الممر الحاسم من وارداته وصادراته كسبنا الدعوة ببطلان تستورية اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت الموقعة في عام 2013 كما وعدناكم لن نفرط بأي ذرة من أراضي العراق لن نفرط بأي قطرة من مياه العراق عاش العراق وسيعود العراق قويا وسيدا وقائدا للمنطقة إن شاء الله محللون رأوا أن أسلوب الحكومات العراقية المتعاقبة لا يستند في قضايا سيادية وحقوقية إلى الإجماع لذا فإن تسارع الأحداث كان سيمة في ملف الترسيم والذي تحول من التصدي لإشكالية ترسيم الحدود إلى ملف سياسي مثير للجدل تكشفت فيه أوراق محاولات كما قال نواب بشراء أراض ومساحات عراقية بأموال كويتية إلى أن شكلت قضية رأي عام وغضبا شعبي واسعين لسيما في مناطق الجنوب من وجهة نظر شعبية خالصة يرى طيف واسع إن تلك الخطوة تصب في طريق دفاع العراق عن حقوق المائية والبرية أمام انتهاكات من إيران كما فعلت سابقا في ميناء العمية بحسب ناشطين أما من حيث العلاقات العراقية الكويتية وما ينعكس تحديدا على مستقبل ميناء الفاو فإن خبراء يحذرون من محاولات استغلال لتوتر بين البلدين يعيد حسابات استهداف الاقتصاد العراقي أو تأخير انتاجية مشاريع مهمة للعراق للنهضة بواقع الاقتصادي والتجاري